العد التنزلي للانتخابات الرئاسية الليبية انطلق فبعد ساعات من قرار محكمة الاستئناف جنوب ليبيا قبول ملف ترشح نجلم عمر القذافي سيف الإسلام وإعادته إلى الرئاسية تغيرت موازين القوى السياسية في ليبيا في وقت ندرك الجميع أن ندبيب وضع يده على كل الأجهزة القضائية والأمنية في غرب البلاد واستفاد من موقعه كرئيس للحكومة عادت محكمة الاستئناف سيف الإسلام لسباق الرئاسيات القادمة بقبول ملف الطعن أمام محكمة الجنوب نجل القذافي وفي تغريدة له عبر تويتر قدم الشكر والتقدير للقضاة وكل من وقف معه لحماية المحكمة من المسلحين لتمكينهم من إداع ملف الطعن كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق وأهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي الصراع على كرسي الرئاسة في ليبيا بدأ من الآن فبين من يملك السلاح في الميدان ومن يملك السلطة والأموال تبقى الانتخابات الرئاسية أمام تحدي إجرائها في وقتها المحدد بحسب مختصين برز مؤشرات تطرح بقوة فرضية تأجيلها في ظل إصرار المجتمع الدول على إجرائها في آجالها المحددة تطرح علامات الاستفهام الانقسام الحاصل بين الليبيين يبقي المشهد السياسي غامضا قبل أيام من الرئاسيات في ظل وقوف الجهة الشرقية مع المشير خليفة حفتر والجهة الغربية مع دبيبة بينما يحظى نجد القذافي بشعبية ترغب في العودة إلى الماضي رغم مررته هروبا من الحاضر الأليم تنتظر ليبيا من يقف معها لتضميد جراحها بعد عشر سنوات من الخرابة ترجمة نانسي قنقر